السلام عليكم. سنكونوا بيثير وعلى أخير إن شاء الله. سوف نجد معكم مقروط ديال الناس الزمان مقروط سهل ماهل وكيوجد في الساعة أخليكم معي مع المقادير كيلو تقريبا كيلو ديال السميد نحيد بيه واحد الكاس كميرة الحلوة والفاني شوية الملحة شوية السكر واحد الكاس تزيد واحد البيضة والماء بيش نخلطو بيه ناخدو الكاسد الزيت بيش نرونو بيه السميد الفاني واحد البيضة ونحاولو نرونو العجينة كما كتشوفو كنفرتوها بها الطريقة حتى كتولي منفرتا هانتم كما كتشوفو بها الطريقة هادي ناخدو خميرة ديال حلوة وهنا كما شتوره ما ضفتش الملحة والسكر ماشي دبال غدين ضيفهم على حساب غدين حايد الولي ديالي شوية هانتم كما كتشوفو دبا غدين نرونو العجينة راه ضفت الملحة هنا والسكر قبص هاد الملحة وشوية السكر وهنا لما راني نرون العجينة كما كتشوفو بها الطريقة هادي السهلة والاغلبية كيعرف لها هنلقى بزاف ديال خليولي تعالي وقولوا لي واشت انتم كتصايبوه صراحة كان حماق على المقروط هانتم كما شتو كملت كملت هاد هاد روينتها هادي جبت ديال هاد الولي ديالي كذلك تهي روينتها ما ننسيشتوش بطبيعة الحال نجيب واحد البلاتو وغدينقرس فوقو العجينة اللولة بتقراس سهل كما كتعرفوه احنا المغربيات معروفين بتقراس وهاد المقروط ما كيديش منكم الوقت بزاف سهل ماهل كيوجد في دقائق معدودة وفي هاد الاثناء كنت خليت درت الزيت تسخن وهنا قرستها اما ضليضة اما رقيقة وكما شتو تحل العجينة راه درتها شوية رطبة يعني مشيقاتها باش كتجيها شيشة هانتم قطعتها لهاد الشكل هادا كل واحد كي يدير تقطع اللي بغا هانتم ما درتها في الزيت كانت سخنت وهنا المقروط يكون واجد هانتم ما هشيش وحمر من بره على حسب الطيب اللي غا تطيبوه ومتمنى الفيديونا الاعجاب ديالكم ووصفاتكم وعجباتكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة